السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي ميزة مكتبة صور الآي كلاود المشتركة هي ميزة تم الإعلان عنها في مؤتمر أبل للإصدار الآيو اس 16 الجديد اللي نزل هذا العام فكيف تقدر تستغلها وتستفيد من هذه الميزة الرائعة على أجهزة الآيفون والآيباد كذلك أجهزة الماك كذلك جميع أجهزة أبل منهم الأبل تيفي وغيرها فبلاش يطول عليكم خلينا نبدأ الفيديو مع بعض طيب يا أخوان نبدأ نقول بسم الله وأول ما بتدخل على جهازك الآيفون وبتدخل على الإعدادات بتدخل أول خيار بعدها بتدخل على الآي كلاود وبعدها بتدخل على الصور لو نزل تحت حتحصل عندك مكتبة مشتركة ومكتوب تحتها إعداد فكرتها باختصار شديد مشاركة الصور والفيديوهات من اللحظات التي أمضيتها مع العائلة والأصدقاء المقربين في مكتبة واحدة كيف يعني؟ يعني عندك صور وفيديوهات رحت رحلة مع أي شخص رحت مكان أنت وأي شخص من العائلة أو الأصدقاء بيكون عندكم مكتبة مشتركة موجودة على جهازك وجهازه في نفس الوقت فبندخل على هذا الإعداد وهنا بيقول لك معلومة جدا مهمة أن اللي بينشئ المكتبة حيكون من مساحة الآي كلاود الخاصة فيه هو يعني لو أنا أنشأت مكتبة وأضفت مثلا أخوي صديقي وإلى آخره حيكون مساحة الآي كلاود اللي بتتحكم في هذه الصور وفيديوهات اللي موجودة في هذه المكتبة هي المساحة الخاصة فيني أنا فالآن بسوي البدء وإضافة مشاركين تقدر تضغط على علامة الزائد وبضيف من جهات الاتصال عندك بشكل مباشر أو تكتب كتابه بشكل مباشر مثلا حسابه في الآي كلاود أو رقمه أو إلى آخره الآن مثلا بضيف هذا البريد وتقدر تضيف أكثر من شخص فالآن أنا أضفت واحد فقط وبسوي إضافة الآن خليني أنقل صورة الجهاز الآخر عشان نشوف كيف يستلم هذا الطلب طيب الآن بضغط على التالي هنا بيقول لك كل صوري وفيديوهاتي الاختيار حسب التاريخ الاختيار يدوي أنت بتحط كل صورك وفيديوهاتك فحتكون كل الصور وفيديوهات اللي في البوم الصور عندك مع الشخص الآخر أو كل الأشخاص اللي أنت أضفتهم في الخطوة البدائية فأنا حختار بشكل يدوي الآن بضغط على التالي وبتختار مثلا مجموعة صور خليني مثلا أختار هذه وهذه 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 والآن بسوي إضافة معاينة المكتبة قبل المشاركة هذا لو حابب تتأكد أنك ما حطيت مثلا صور وفيديوهات ما تبغي الشخص الثاني يكون معاك فيها فأتقدر تضغط على معاينة وتقدر تسوي تخطي فأنا بسوي مثلا معاينة هذه هي المكتبة حيكون شكلها وهذه هي الصور والفيديوهات اللي أنا أضفتها فالآن برجع متابعة الإعداد طيب كيف بتسوي الدعوة يعني كيف بترسل لهذا الشخص الدعوة عن طريق الرسائل أو عن طريق مشاركة الرابط ممكن تأخذ الرابط وترسله إياه مثلا عن طريق الواتس أب أو عن طريق الرسائل الخاصة بتويتر أو عن طريق البريد أو إلى آخره فأنا مثلا عن طريق الرسائل والآن بكتب إيميله هذا هو والآن بسوي إرسال بعدها طبعا الإعداد لاحظ معاين هنا جات الرسالة الآن حنشوفها حقها الدعوة ولكن بيقول لك أختر المشاركة تلقائيا عندما يكون المشاركون في مكان قريب أو باستخدام البلوتوث أو المشاركة يدويا ويمكنك استخدام الزر لتغيير المكتبات في أي وقت وهذه ما أنصحك فيها نهائيا المشاركة تلقائيا لأنه بيعتمد على المكان مثلا لو أنت والشخص نفسه في مكان واحد أو قريبي من بعض أو إلى آخر وفي أنت خليها يدوي بشكل أفضل عشان تتفادى أي خطأ ممكن يصير طيب بيقول لك مكتبتك المشتركة أصبحت جاهزة تغيير عرض المكتبة يقول لك يمديك تغير أي شيء في المكتبة حيجيك اختراحات من نفس ألبوم الصور عن طريق الذكاء الاصطناعي لو نفس الشخص مثلا مصور معاك في نفس المكان أو هو ظاهر معاك في الصورة حيقترح عليك أنك تحطها في هذه المكتبة بيقول لك هنا أنه بيكون بإمكان أي مشارك إضافة الصور وفيديوهات في المكتبة المشتركة وتحريرها وحثها يعني كل المشاركين معاك اللي أنت أضافتهم في نفس المكتبة يقدر يضيف صور وفيديوهات يقدر يعدلوا عليها مثلا يقصوها يغيروا لونها فلاتر وإلى آخر ويقدر يحذفوها فأبا أقول له تم طيب إحنا كده كملنا كل شيء من اللي بيسوي المكتبة ولكن لسه ما اتجهنا إلى الاستقبل رابط دعوة المكتبة فخلينا أول شيء كيف نتحكم في هذه المكتبة ممكن ندخل على مكتبة مشتركة هو نفس الخيار هتحصل عندك مثلا الأشخاص اللي تم دعوتهم تقدر تضيف أي شخص في أي وقت وتقدر تحذف أي شخص أيضا في أي وقت وتقدر تقفل الاقتراحات أو المشاركة من نفس البوم الكاميرا فأنا بدخل مثلا بحذف هذا الشخص إذا لمنا المكتبة وبضيف شخص آخر هذا هو الشخص الآخر الآن إضافة والآن برسله الدعوة طيب الآن وصلت الدعوة للشخص الآخر بيفتحها عرض الآن دخلوا مباشرة على البوم الكاميرا وبيقولوا أن هذه دعوة إلى مكتبة مشتركة أنت تلقيت دعوة من محمد حدايدي وهذا بريده للانضمام إلى مكتبة مشتركة يمكنك إنشاء مكتبة مشتركة لدمج الصور والفيديوهات مع الأشخاص المقربين منك بيفهموا هو إيش الوضع وبيقولوا أيضا أنه لديك مكتبة مشتركة واحدة وسيتعين على محمد اللي هو أنا اللي أرسلت الدعوة توفير مساحة تخزيل آي كلاود اللي شرحتها في بداية الفيديو فبقول له البدء أو الرفض على راحتك حسب التاريخ الاختيار يدوي فبقول له لا طبعا الاختيار يدوي التالي تقدر تحدد أي صورة أو أي فيديو مثلا بحدد هذا الفيديو وبقول له إضافة والآن تخطي مستعد نعم مستعد إلى الانضمام إلى المكتبة المشتركة الآن المشاركة تلقائيا لا يدويا ومكتبتك جاهز طيب لاحظة الآن جاب كل الصور اللي في المكتبة تم اللي هو تغيير عرض المكتبة يمكنك التبديل بين المكتبة الشخصية بصورك فقط أو المكتبة المشتركة أو كلاهما مع بعض فلو ضغطنا مثلا الثلاث نقاط هنا محطوط كلتا المكتبتين أو المكتبة الشخصية أو المكتبة المشتركة المكتبة الشخصية اللي هي ألبوم الصور وفيديوهات حقك يعني بس بيشلك الأشياء المشتركة ولكن لو ضغطت عليها مرة ثانية أحط المكتبة المشتركة هنا بيجيب للصور وفيديوهات المشتركة بيني وبين الشخص الآخر طيب نفس الشيء عندي هيكون أنا صاحبة دعوة لو دخلت على ألبوم الصور ودخلت على الصور نفسها هيجيني نفس الوضع هنا لو ضغطت كلتا المكتبتين المكتبة الشخصية اللي هي ألبوم صوري وفيديوهاتي الخاصة فيني أنا أو المكتبة المشتركة وبيجيني هنا المكتبة المشتركة لاحظ هذا الفيديو أنا أخدته أو حطه هذا الشخص وهذا الصور اللي أنا أحطها طيب عموما الصور والفيديوهات حتكون عليها شخصين بهذا الشكل أو أكثر لو في أكثر من شخص طيب لو أبغى أضيفه الآن إلى هذه المكتبة أنا مثلاً كصاحب الدعوة أو المستلم للدعوة لو المستلم للدعوة مثلاً حابب يضيف وقتها بيرجع إلى المكتبة الشخصية ويختار على سبيل المثال نقل إلى المكتبة المشتركة لاحظ معايا هنا الآن وهنا برضو بيحذرك مرة ثانية أو بنبهك نقل إلى المكتبة المشتركة لاحظ معايا ثواني وحتكون موجودة عندي عند الشخص الآخر اللي هو صاحب الدعوة أو المشارك في نفس المكتبة هو الآن بيرفع الفيديو إلى مكتبة الاي كلاود لاحظ معايا ظهر الفيديو بكل سهولة تقدر انت في دولة ثانية وهو في قارة ثانية وانت في كوكب وهو في كوكب تقدر تشاركه بكل سهولة بنفس الجودة بنفس اللي هو تفاصيل الصورة أو الفيديو اللي هو مكان الالتقات والتوقيت وكل تفاصيل الصورة أو الفيديو وبس يا أخوان إن شاء الله أكون أفدتكم اللي هو بمعلومة بسيطة طب كده أكون وصلت معكم لنهاية الفيديو أعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر